السلام عليكم. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الكنترول بتاع البابليك ادريس سيستم. الفيديو ده ان شاء الله هنبدأ معه النتورك. وزي ما احنا عرفين ان النتورك هي عبارة عن الكابلات اللي بتربط كل الكمبوننت بتاعت السيستم مع بعض. الكابل بتاعنا الكور سايز بتاعه لازم يكون ما بين واحد الى اتنين ونص ميلي. ودوت ليه? عشان الروزيتا بتاعت الكمبوننت ريجون لها. لو الكابل اكبر من اتنين ونص ميلي مش هيخش فيها. فلازم الكابل يكون في الحدود دايت او في الليميتيشن دي. وطبعا لازم يكون وان بير يعني فردتين. كابل فردتين زي كابلات الفيير الارم. عشان اعمل صيحة الكابلات دايت يعتمد على ثلاث حاجات. الكروس سيكشن اريا بتاع الكابل. اللينس بتاع الكابل. والباور اللي الكابل اشعيلها. ده جدول من احد الكاتالوجات. هنلاقي في الصف اللي فوق دوت. خاطط الكروس سيكشن اريا بتاع الكابل. وفي العمود دوت هنلاقيه خاطط الباور. وهنا الطول مناسب بالنسبة لكروس سيكشن اريا مع الباور الفلونية. يعني لو عندي باور تلاتين واط واستعدمت كابل واحد ملي متر مربع. هقدر ان انا امشي بالكابل دوت مسافة اتنين كيلو. ديت الماكسيموم لينس. اكتر من كده البرفورمانس بتاع السيسم مش هيبقى كويس. لو عندي باور تلاتين واط استعدمت كابل اتنين ملي متر مربع. هقدر امشي مسافة ستة من عشرة كيلو متر. اللي هي ستمية متر. وهكذا بقى. على حسب الباور اللي عندي. والكروس سيكشن اريا اللي انا هستخدمها. هحدد المسافة اللي انا هقدر امشيها. والعكس بالعكس. لو عندي الباور وعندي المسافة. هقدر اختار الكروس سيكشن اريا المناسب لها. لازم برضو نبقى عارفين ان اكبر باور لامبلوفاير في السوق مش ربو ميت واط. هو في ربو مية وتمانين واط. لكن مش منتشر اوي. فهنا اعتبر ان الامبلوفاير ربو ميت واط هو اكبر ريتنج موجود في السوق. نخش بعد كده على الكنيكشن. ونعرف ازاي بيوصل الكمبون انت ديمع بعض عشان السيسم يشتغل. طبعا كنا قلنا ان انا بوصل الامبوتس على المكسر او الماتريكس. وبعد كده بطلع على السماعات. وقلنا برضو ان انا بين المكسر او الماتريكس والسماعات بستخدم الامبلوفاير. يبقى انا باجي من المكسر او الماتريكس. اخش على الامبلوفاير ومنه بدي لكل السماعات اللي عندي. وفي الاخر بخط اند اوفلاين ريزيستنس. زي الفاير الارم بالزبط. او زي الكونفينشنل فاير الارم سيسم. تمام? لو انوضح الموضوع اكتر. هنلاقي هنا امبلفاير. بطلع بكابل وان بير. يعني فردتين. اخش على السماعة الاولى. بعد كده السماعة التانية التالتة وهكذا. وفي الاخر خالص بخط اند اوفلاين ريزيستنس. ناخد مثال على طريق حساب الباور بتاعة الامبلفاير ونشوف بنحسبها ازاي. لو انا مثلا عندي مشروع صغير في سبع سماعات من النوع طيب ايه. والنوع طيب ايه دوت الباور بتاعت السماعة تلاتة وط. وعندي تلات سماعات من النوع طيب بيه. اللي الباور بتاعتها ستة وط. بالتالي اقدر احسب الباور الكلية بتاعة السماعات اللي عندي اللي هي عبارة عن سبعة في تلاتة زائد تلاتة في ستة وزي ما قلنا ان احنا بنزود عشرين في المية سبير بالتالي هادرف واحد واثنين من عشرة هيصلع الباور الكلية اللي انا محتاجة ستة واربين وثمانية من عشرة وات لو روحنا على الكادور اللي فات هنلاقي ان اقرب الامبلفاير هو خمسين واط هافترض ان انا همشي مسافة تلاتة كيلو بالتالي هستخدم كابل مساحة مقطعه اثنين ميلي بيتر مربع يعني كده اعرفت ازاي احسب الباور بتاعة الامبلفاير وازاي احسب الكوروسكشان ايريا بتاعة الكابل هنقف لحد هنا في الفيديو دوت والفيديو جاي ان شاء الله هنتكلم عن الديستربيوشن بتاع البابليك ادرس سيستم شكرا 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 شكرا